موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم راحل فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقاتنا منجددة وقفات وتعودنا في كل يوم نتحدث عن قيمة ومعنى أخلاقي قيمة تربوية لنتحاول نتحدث فيها وحديثنا اليوم مع أخونا الدكتور مشاري زهر خير نتكلم عن معنى وقيمة الوفاء هذه القيمة العظيمة لتمنى التعزز في المجتمع وتكون خاصة موجودة بين شبابنا وشاباتنا نعرف ما هي قيمة الوفاء دكتور زهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خلق الوفاء من أجمل الأخلاق في تهمة تاريخية يا دكتور يقولون ذهب الوفاء هذه تهمة تاريخية على مر العصور ما يأتي تاريخ إلا ويقولون في لهب الوفاء لكن السؤال من الذي أذهب الوفاء من هو المتهم بهذه التهمة كل واحد يعلقها على من سبق وأن الزمن هذا قد ذهب منه الوفاء وأرجع فأقول دكتور كل خلق نؤمر به في هذه الحلقات الله عز وجل وصف به نفسه الله عز وجل يقول ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإذن الوفاء معناها شنو الإتمام حصل عقد بيني وبيني كذلك لابد أني أتم هذا العقد فالوفاء معنى من المعاني الجميلة والتي يحتاجها الإنسان لأنه يدل على كريم أخلاقه الإنسان الذي لا يكون وفيا ماذا سيكون يكون غادرا من يقبل على الناس أن يكون إنسان غادر ويمكن أن نقول أن الوفاء هو رد الإحسان بالإحسان وزيادة هذا يتطلب مهارة أني لابد أن أنظر إلى كل إحسان يحسن لي فيه فأحاول مقابلته لأن بعض الناس مع الأسف يصنع لها المعروف ويحسن إليه لكن يقول ما سوى لي شيء ما سوى لي شيء ما فعل لي شيء يعني هذا اللي يسواه كل الناس تقدر تسويه نقول لا المسلم عليه أن يستعظم كل إحسان كل واحد يحسن لك والله لو قال لك يزاك الله خير لو سلم عليك لو بتسم بي وجهك لو سوى لك معاملة وإن كان هو موظف لكن أحسن المعاملة قال لك كلمة حلوة قال لك كلمة طيبة فتكون من الوفاء أنه إذا احتاجك في يوم من الأيام فيما تقدر عليه أن توفيه هذا الحق فالوفاء مثل ما نقول وفاني حقي يعني أعطانيه على التمام أعطانيه على الكمال ويمكن أن نقسم الوفاء دكتور إلى وفاء مع الناس ووفاء مع الله نعم نحن هذه مرتبة عظيمة أنك توفي نعم الله ما تستطيع ما تستطيع نعم الله عز وجل كثيرا جدا لكن يحرص الإنسان أن يتم هذا الوفاء مع الله والوفاء مع الناس أن ترد الإحسان بالإحسان النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس وفاء أعظم الناس وفاء المطعم بن عدي لما آتاه النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد أخرجه قومه وقد آداه أهل الطائف واستحع أن يرجع إلى قريش هو خارج يظن النصرة فرجع بالهزيمة المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة ولا يعترض طريقه أحد يعني تخيل أنت لما تخرج من إنسان من مكان صغيرا ما أود أن ترجع له إلا وإنت تغوي نعم فالمطعم بن عدي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذه القوة فلما أته أسارة بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كما في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام استأذنني في هؤلاء إنتنا لا أعطيتهم إياهم شوف معادين ومقاتلين وحاولوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام الوفاء الوفاء على أسارة حرب أسارة حرب يعني شيء عظيم جدا فهذا بالنسبة للوفاء مع الناس ونتكلم إن شاء الله عن الوفاء مع الله تبارك وتعالى نعم يعني جدا مهم قيمة وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أن أوجدها وكان يطبقها عمليا بهذا جدا معنى مهم وراقي من الرسول صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين خلونا نأتي معكم في هذا الفاصل ونعود بإذن الله قدنا إليكم بعد هذا الفاصل وكان حديثنا حول معنى الوفاء وقيمة الوفاء وبينا الدكتور زهدخير القيمة والسورة صلى الله عليه وسلم كان يتمثل فيها ويظهرها لصحابته كنوع من القدوة الحسنة دكتور إذا أتكلم عن الوفاء كيف نوجدها في أنفسنا كيف نربيها وكيف نعززها والوسائل حتى نوجد هذه القيمة لابد أن نعرف أن الإحسان لن ينقطع بين الناس مدام في مخالطة إذن في إحسان نحن نخالط الناس سيحسنون لي ويحسن لهم فلابد أن أدفع قيمة هذا الإحسان يقول زهير بن أبي سلمة في أبياته معلقته المشهورة أبيات جميلة يقول وَمَنْ يَكُذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِيَ فَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِي أنت إنسان عندك فضل وما تعطي أهاليك وما تعطي القرائب منك لأنهم فضل عليك يستغنى عنه ويذمن الناس يستغنى عنك تقول هذا معذرة ما هو كفو هذا ما هو كفو الإحسان ثم قال في البيت الذي يليه وَمَنْ يُوفِي لَا يُذْمَمْ الوثي ترى ما ينذم وَمَنْ يُوفِي لَا يُذْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إلى مطمئن البري لا يتجمجمي الذي يسوي الفعل المعروف الفعل الحسن ترى ما يتردد التجمجم الذي هو التردد الذي يفعل الفعل الحسن لا يتردد أرى من وسائل تنمية الوفاء بين الناس أني أعطيك هذا المثال دكتور ولك الحكم مع ذلك أيش معنى الوفاء تخيل وسرح خيالك كما تشاء من هذا المثال الله عز وجل يقول لا جنح عليكم إنطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة يصير الواحد يطلق زوجته وهو ما جامعه ثم قال الله عز وجل في الآية في الآية وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ على فترة عقق قران ما هو الإحسان الذي حصل بين الزوج والزوجة في هذه الفترة يمكن أن لا يشعر يمكن أن لا يكلم لكن وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أكيد يصبح هناك موادّة بين الأهل أكيد يصبح هناك كلمة طيبة قال الجلوس يكفي بينهم هذا فضل الله عز وجل يعتبر هذا الفضل قال وَلَا تَنْسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ لأن في الغالب بعد الطلاقة ما يحدث الصعبة الله عز وجل أمرنا بالوفاء لا تنسوا الفضل بينكم معنا المدة القصيرة يمكن يصبح فما بالك تعيش معاه وتكاعد معاه عشرة عمر وسنوات وأبناء وذرية الكبار ما كان يقولون بعد ما يطلق المرأة يقول هذي أم عيالي تبقى أم عيالي شوف الفضل شوف الوفاء فنرجع نقول في التهمة التاريخية ذهب الوفاء وعندي مثال ثاني دكتور في الوفاء مع الله نحن ذكرنا أن هناك وفاء مع الناس وعندنا وفاء مع الله عز وجل يوسف عليه السلام شوف هذه القصة العظيمة كاد به إخوانه فألقوه في البئر ثم أخذ من البئر وبيعه رقيقا عنباع عبد خادم فأخذته امرأة العزيز وراودته عن نفسها واتهمته بالظلم زورا وبهتانا والسجن والسجن وعرض نفسه لنساء يعني النساء المدينة راودنهم عن نفسه كذلك وسجن ظلما وبقي في السجن سنين ثم من الله عز وجل عليه بأن تبوأ من الأرض وأن أصبح وزيرا وعاد له أهله ووالده ووالدته وكل أخوانه فلما خروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن به ذكر فضل الله عليه ثم قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فالمقصود دكتور لابد أن نعرف أن كل هذه السنوات الصعبة التي مرت على يوسف ويذكر فضل الله عز وجل عليه ونعم الله عز وجل عليه ومع ذلك يطلب أن يكون وفيا لله تبارك وتعالى فمن الخطأ أن يكون الإنسان غادرا ومن الخطأ أن لا يستعظم الإنسان الخير الذي يرى لا تقول لي هذا خير قليل لا تقول لي هذا كل الناس يسوونه سوالك خير سجل عندك أنه فعل لك خير ويجب عليك حينئذ أن توفيه هذا الخير الذي أعطاك إياه نعم يا عجاء خاصة أن الواحد إذا حط قال أنه ما أقدم لك من بدل من أطاء من خير خلى ووفي حق الناس ما أدوا لك هذا جدا معنى قيم وهنا أتمنى أن يكون موجود في مجتمعنا ويدوم وهذه الصفة التي يتميز فيها إن شاء الله هذا المجتمع الكريم كان هذا حديثنا عزائي المشاهدين لهذا اليوم أنا ملتاق معكم في حلقة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر